السلام عليكم أنا هبة والخير لو أول مرة تشوفي قناتي انزلي تحت الفيديو وشتركي في القناة وفعلي جرس التنبيه هيوصل ليكي إشعارات لما نزل وصفات جديدة وصفة النهاردة بناء على طلب إنسان عزيزة جدا على قلبي هتكون عن الرز البسمتي بالمكسرات وصفة خفيفة وسهلة وتنفع تتقدم مع أصناف كتيرة زي المشويات أنواع الكفتة سواء المشوية أو المقلية وكمان البني يلا بينا نبدأ في بولا هضيف اتنين كوبرز بسمتي تكون حبته طويلة وهضيف عليه مية سخنة ومع الأجبيرة من الخل واسيبه على جنب المدة ربع ساعة وبعدها هخسله كويس في حل على النار فيها تلات معالق زيت هضيف باصة لما تقطعه كعبات صغيرة وقلبها في الزيت لحد ما تتبله لونها يتغير هضيف جزرية مبشورة اتنين طماطم مبشورة فلفل أخضر شطة يكون طازة ومقفول بيدي مزاق حلوة جدا للرز ومش بيضيف طعم شطة نهائي ما تقلقوش دلوقت هضيف البهارات الجافة والبودرة وهتكون عبارة عن معلقة كبيرة من الملح ليمو أو اللي هو الليمون المجافف الأسود عود قرفة نص معلقة كبيرة من الكاري نص معلقة صغيرة كركم نص معلقة صغيرة سفار الزعفران الرز ده مش بيحتاج زيت كتير ولا بهارات كتيرة أكتر حاجة بتغير طعم أو بتخليه مش مقبول لو كترتي الكركم أو سفار الزعفران يدوب بس نص معلقة صغيرة هقلب كل المكونات مع بعض على النار لمدة 3 دقايق دلوقت هضيف الشربة لكل كاسة رز كستين شربة ولو الشربة مش متوفرة هضيف مياه ومكعب مرأة لو الشربة سخنة ضيف الرز على طول لكن لو برده هنسيبها تغيي الأول وبعدين نضيف الرز أنا هنا عندي الشربة سخنة ضفتها وضفت عليها الرز وهقلبهم كويس جدا مع بعض هغطي الحلة واسيبها على نار عالية لحد ما الرز يمتص الشربة تماما بعد كده هنقلها على نار هادية لمدة 10 دقايق وكده يكون الرز نضك تماما ضك هوام الرز نضك كويس جدا ومفلفل زي ما انتوا شايفين دلوقت هنحضر المكسرات في طازة على النار هضيف معلقة كبيرة من السمه أو الزبدة واسيبها لحد ما تدوب هضيف المكسرات هتكون عبارة عن زبيب وعين جمل ولوز مقشر وتقدر تضيفي اي نوع مكسرات حسب رغبتك لو اللوز مش مقشر بس لقو في شوية مية وبعدين هنلاقي ان القشرة بتخرج معانا بسهولة ده لوز ناية مش مملح هقل المكسرات مع السمنا لحد ما تتحمل بلون دهبي وهتلاحظي ان الزبيب ابتدى ينتفخ بالشكل ده تبقى جاهزة تمام في طبق التقديم هضيف الرز كوامه مظبوط ومفلفل قوي حاولي تختاري نوع الرز يكون حبته طويلة هيفرق جدا في النتيجة اضيف المكسرات بالشكل ده ممكن تكتفي بس بالزبيب او تقدميه سادة بدون مكسرات حسب رغبتك وصفة بسيطة وسهلة اتمنى تكون عجبتكم هستنى رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم الوصفة وتنسوش تعملوا لايك للفيديو ده تشتركوا في القناة وادفع على جرس التنبيه هيوصليكم اشعارات لما نازل وصفات جديدة اشوفكم على خير اشتركوا في القناة وادفع على جرس التنبيه ترجمة نانسي قنقر